أهلاً وسهلاً مرحباً بكم على قناة باب كندا والقناة الثانية كندا والعالم شكراً لكم من أي متابع من أي بلد كنشكركم وكنشجعكم دائماً استغلوا الفرصة طريقة منية سواء للهجرة ولا للدراسة ولا بانتقال هنا العيش عن طريق الاستثمار ولا أي طريقة هنا فرصة كبيرة لأن كندا كتعرف خصاص كبير في هذه العاملة وكتعرف في واحد الأزمة كاريتا بالعربية فرصة نعم كاريتا تقول كاتاستخف رح كارثة اقتصادية بسبب نقص ليد العاملة يعطيوا 20 ألف دولار يعني 18 ألف أورو كبريم يعني كتشجع للإنفرمية الممرضين الممرضة ويعطيوا في المناطق 30 ألف دولار 27 ألف أورو 27 مليون مغربية كبريم يمكن أن نظر أن تتفع المشروع بالدول العربية يعني كمساعدة كهيبة كأنكادو سيساء هذه خاصة بالناس المتواجدين هنا في كندا لأنكم الأجانب الدولة لماذا تعمل هذه الأمور؟ تكلمت في حلقات كبيرة 250 ألف منصب شغل شاغير هنا في كيباك سوف نرى التعليق للناس يقول لك أنا قدمت و لم يكن أيضا من هذا الشيء ربما لا سوف نشكك في الأمور أولا لكن 20 قدموا و تقبلوا حيث نتاسها مرحبا أن الأخرين لا تعمم هذا المبدأ لا تعمم شخصية و البروفيل و المؤهلات و اللغة كلها هذه عوامل لكن هناك فرق بين أن لديك الشروط و لكن لا لديك المؤهلات أنا أقدر معكم بكل صراحة و الضبابية لأنه في المرأس لا تريد أن أعطي شيء ميساج شوكي يعني رسائل لضعف المعنويات أنا دائما طاقة إيجابية لا شيء نضخمه إيجابية يجب أن تكون بوزيتيف يجب أن تكون إيجابية رأيك تسيل بك أولا تبقى بلسك أمرك لا تزيد القدام تكون إيجابي أو نسائي كتحاول مرة جوش ثلاثة كيلي حاولوا عشرة كلمرات 15 و كي سهلهم الله أما أنت حتقدمتي عندك شروط لغة ديبلوم عندك الخيبرة أصفيت خبازة و الشيء ما منوش وما كيش بأ لأنه ما لديك مؤهلات راكين فرق بالمؤهلات يعني la competence بالفرنسية غادي نقولها لك بشتفى أموها أرى la competence غريب كيفاش نقوله لها بال بالقهب العربية سيسا بالعربية لأن المؤهلات حسن من واحد عنده ديبلومات و عنده نفس الأمور الديبلومات و يعني الشروط الثلاثة بجوجهم عندهم من الشروط ولكن هذا الشخص مؤهل على هذا الشخص لديه نفس المميزات ماذا يريد أن نقول بشتفى أموها بالعربية بالدريجة لماذا نقول هذا الكلام الإيجابية سويا بوزيتيف راكبك و نحن هذه الأمور التي نقولها و نقولها لكم في المكسب لا تقوم بعمل دعاية للسياحة لا تقوم بعمل لكم تعالوا زوروا و كندا لكي تستمتعوا بالجو لا تقوم بعمل دستيناسون كندا كيبك انترنسون الفورام الذي يغضروا كيبك و وزير المشكل و ماهو هنا في كيبك يتكلم عن النقص الحال كنت صنت أنهم لم يعيشون في كيبك الناس عايشون في كيبك ومتبعين هذه الأخبار رأى الحادث في الصحف في البرامج في الإذاعة نقص يدعو نقص يد العمل يتكلمون على مشكل النقل يتكلمون على مشكل الساكان يتكلمون في البلدان يتكلمون عن كورونا التقيح العمل البطالة الصفر كارثة بيئية جسيفة هنا يتكلمون كل نهار 80% لنهار لنهار هناك هناك أزمة كبيرة يصرتون في قطاعات كبيرة اليوم هناك مشكل كبير وقع للباح قلت هناك حلقات ربما شئيناس سلبيين يسحبون هناك نجلب الأخبار ونقول هذا للدراية ستكون مسؤولين عليه ستكون المشاهد وإنفرش جريمة في كندا لم تكن لا أعرف دول ولكن ستكون مجرد هناك قلت عن هذه أسرطة أسرطة أبدا في البلد أن أصبح أسرطة أسرطة لنقص يد العاملة ونقص يد ونقص يد العاملة ونقص يد 120 كم أبعد ومات ومات أزمة خطيرة اليوم واقعة لها موت نقص يد العاملة يحتوي 30 ألف دولار ونقص يستطيع أن يستطيع هذه اليد العاملة هنا لأن دائما يستطيع المهاجر المؤهل دائما الإيجابيون مرة جوج ثلاثة أربعة ثلاثة 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 شيئا أخرى بالنسبة للناس قلت رأي حكومة الفدرالية سوف نوريها لكم هذه تشاهدها 100 UMT قلت أشهر هذه أرجو الحلقة والناس تبعيني سمعوا الأخبار سمعوا النصائح أشياء نقول لكم لكي تستفيدوا وتستغلوا الفرصة فأسرع ما يمكن 100 المت يقصد كبير تشاهدوا من UMT لا أستطيع أن نعددها سوف ندرسها سوف نقصد هذا سوف نقصد في الموضوع سوف نتحدث سوف نتحدث سوف نتحدث كندا سوف نتحدث من سوف نتحدث من شيئا سوف نتحدث عن قطعة كبيرة سوف نتحدث من الامت وقت نحتاج لتحدث من الامت لأن لكي أخذ لتحدي الامت لتحدي لتحدي القطعة ونحن موضوع أخر الناس إن كان المتحدث لإخبار لإخبار لكي تأتي لأخذ المعلومات مجاني بريتش تشاركين في ديفيس كاريس ديزافوكا مول من طرف من الميستر ديميغراسيو يا كبك موبيليتي انترناسولا بريتش تشاركو في 6 نوفمبر من جميع دول العالم منسبة لكم تشتاتي هنا غادي تديرو اوكا اي ايجري انا ما غاديش نشجل لانا خسكم تدخلو المسائل غيركم هنا الكوريال ديالكم باب كندا بوم رك عارفين الكوريال باب الاسم اسم العائلي كندا سمحولي اما كيباش ليش بزي بيد ريزيدانس ماراك ولا ايجري تونيزي فرانس اي بلد سنسكريغ اسات ايبنمو ما يعطينيش لانا ما حتيش هنا الكوريال مو ما غضرش نشجل بش من ناخدش مكان دي الواحد اخر هذا فيه ويبنار 6 نوفمبر بيت تشاركو فيت تاخدو كمعلومات الهجرة على كل شيء هذا الشيء رغادين رجع الموضوعين رغادين وكتطور وبالنسبة للناس كيسألوني رغادين نديرو مباشرة نديرو دائما اما جمعوه للسبت وقردو على اتصار ديالكم عبر الواتساب مباشرة ما تنسوش مكتب تشغيل مرخص لو معتماد راه محتاجين يد عاملة كبيرة راه كل يوم كيدخلوا مناصب كبيرة لان الحل الوحيد اللي استقطاع بعد العمال والمهاجرون اللي فيهم الشروط الاساسية دائما راه هو طريق سريع عن طريق عقود العمل كين لاريما كين لانتر اكسبرس هذا موضوع اخر سأتكلم لكم الاسبوع المقبل على مقاطعة انجليزية انجليفون ستعمل واحد سيلات اكثر من كيباك 100WMT 100لم وبشروط سهلة احتى اختبار لغة غير مطلوب بعد القطاعات المهمة نتمنى الحرقة تعجبكم كونوا دائما ايجابيين شكرا لكم وإلى اللقاء